صديقنا علي عمر مرزل رسمياً طيارة داخل عربة فري فاير ترى؟ بسي هليكوبتر في فري فاير نتخيلة حلوة ناقصنا كان هليكوبتر واللي وعاد موش فوق أسطوحة الخام أخي في أماكن عمرك ما شفتم بسم الله هكذا الكلاويت يشيخو بيم لفكارة دومة تقدر تتجول في خريطة برمودة والله صراحة بعد ما شفت هذا التعليق كلمت مطور شرك وقلت له يروح يتأكدني من الموضوع وهالمرة مش رح يجي بدنا مطور شرك حساب بس رح يجي مطور شرك شخصياً معنا بهذا الفيديو ويورينا هل عن جد فيه هليكوبتر أو لا مطور معي بالديسكورد تتكلم يا مطور سمعكنا كدعان حطوا لايك وفولوا عايزين نوص على الفيديو ده 200 ألف 100 ألف لايك أربعة مليون لايك أول إشي بصراحة صدمني لما أعطاني الحساب ودخلت السيرفر عندهم خلفية اللوبي مختلفة عن عنا شوفوا لي الشرط اللي أنا ألابسه هذا الشرط الأصفر ما نزل بسيرفرنا صح ولا لايك مطور لايك مطور هذا من وين جبتوا هذا الشرط يا علي أنت عندك في البطاقات الحمرة السكنات نازلة عندنا بجواهر ومش نازلة أصلاً في السيرفر كل يعني لح طوي مطور يعني معناته قبل ما ندخل نجرب بالهليكوبتر وفي أشياء في اللوبي لازم نشوفها في المتجر وهيك عندك يبدأ أخشها البطاقات الحمرة كالي من الاسترداد البطاقات الحمرة آه والله لدينا سكنات مش موجودة عندنا بالسيرفر صح؟ على صلي زمان بسيرفرنا ما دخلت البطاقات الحمر هذا سكنا البنت موجود عندنا بالسيرفر يمطور ولا لا؟ سكنا الولد بس بس سكنا الولد اللي هو هذا آه هذا شايفو سكنا قبل هيك طيب شوفي عندنا أشياء تانية بالبطاقة هذا الحداء الأصفر عندنا ليس لدينا بالسيرفر صح؟ سكنا الولد اللي هو شرط بالتشيرت والشعر ليس لدينا يعني حتى الشرط الأصفر انت جايبه من هانا عند البطاق الحمر آه آه هايو هايو آه والله ومعه جسم طيب هذا الشرط ولا شو معه؟ معه جسم طلع فوق تانية عليها تلاقي الجسم اللي هو اللون واخضر أيوة آه تشيرت اللون واخضر شفتوا هذا تشيرت أول ما دخلت عند الاسترداد أيوة هذا هو مع الحداء مع الشعر الأخضر وأتوقع صح؟ آه والله أيوة هذا سكين كامل هيك والبطاق الحمر أي فيه أخيات تانية ممكن تصدمنا؟ انزل تحت كمانا تلاقي السكين اللي هو مخنص صغفر انزل تحت يا علي السكين اللي بديش إزاي آه ده سكين طبعا المخنص بني عرقة لونات في البيت وأنا حطت الكليماتيزار على مواد التسخين من عرقة شبزر له بني نسولك برجولية و جاوبني عليش النبو ديالك في فري فاير نازل ما بخيتش تحل ايش حال ثلاثة وعليش بني دم مبقاش كيدير كوندن ديال الجلد مقاش بني دم كيف ايش حال هادي ايش حال هادي بني دم كان كيدرب فول هاد دبرا راه صعيب ازاي في الدرب الفول هاد أناس حسن لاعيب في القسم في القسم لاعب في القسم بس يا أناس حسن لاعيب في القسم تحليخك طويل جدا مش مشكل ناخده بالنسبة عليش بي ان ال مستويه نازل نوعا ما صديقي أنا ما عادش نفتح الجيم كمثل قبل يعني اللعبة ما عادش نلعبها مثل زمان يعني في 2019 و 2020 و 2021 كنت نلعب فري فاير بشكل مجنون يعني ثمانية ساعات في اليوم تسعة ساعات عشرة ساعات تصوير كده لا يقرب بشكل ولكن في السنوات الأخيرة صراحة غيرت أنا محتوية من محتوية صرت تجاري أكثر معناتها بي ان ال كوميرسيال أكثر ما عادش معناتها جلد و بي ان ال من كان الأقوى والمقارنية و كده و كده و كده هذي حاجة عليش محتوى الجلد ما عادش ما عادش ما عادش معناتها يجيب متفاعل تعرف الأولاد والله العظيم كان من سنتين أو من ثلاثة سنوات كنت نتكلم أنه علي عمر كان علي عمر هوا هو فيديوه متاعه نتفرجه فيه نتكره بالخير قال يا بياني اللي بي يجي نهار و اللاعبين اللي معاها اليوتيوبر الجلدي اللي نزلوا محتوى جلد بي يجي نهار مو شدادهم بيش تنزل بشكل غريب يعني معاها تيجيبوا تفاعل مثل ما يجيبوا قبل فهمت والسبب هو من الأسباب أنه اللعبة في الزمان في 2019 و 2020 كانت للناس ما زالت تتعلم في الجيم يعني ما زالت تستمتع بمشاهدة فيديوهات الجلد و كانت كما نقوله احنا يا أخوية تتعلم منهم توا معاها تطور الوقت مع السنوات اللي تعديت معاها كثرة المنافسة بطبيعة القناوات والتي برشة تيكتوك رولي و نزلوا مقاطع معناتها الشورت العبيد والتي تمشي تتصفح تيكتوك أكثر من اليوتيوب ولنكناش نستعملوا برشة تيكتوك كما تعرفوا 2020-2019 أنا نستنيه و ديما يشهوني هابط فيديوهن بشي تتتفرشوا في الفيديوهات أين ما برشة حاجاتت ابدلت برشة مور تبدل فمش شيء تبقى كيفما هي دوام الحال من المحال يا صديقي أنا بالنسبة للي أنا فري فاير شو تحب؟ آخر ليفل فيها وصلت له يزي فيه البركة خلينا توها وكل ليفل ويتشو فيه زيوتة اللعبة دم زيتة أخوية 99 كديه تشوت فهمت؟ كائن فضائية ذا صاحبي ما يغلطس الجمله واذي كهي أخوية ذي كهي بالنسبة للي أنا بأم أركزش معا مستويه طاع ولا مطاعش ما فمش عليش مش انتري هردي شنون اللي يخليني أنا كبي انا لليوم نبدأ قوي في الايم ونا مدرع شنوه أنا بريد نحل لايف قبل أن تشوفوا والعبادة التي تتبرش فيها و ينار في ستريم قبل أن تكون نحل لايف رابب بريسك نعدي سيكت نعدي سيكت معا نعدي سيكت أكثر في الجيم فهمت؟ تعليقات من ما نغزرها اليوم بعد السنوات كتشفت أخوية لايف تقعد مركز برشة مع الجيم يطويل عليك وتفد مدبيك ديما تحكي مع العبادة التي محذيك تتباعد تتفاعل معها مرة تضحك مرة فهمتني ولا تفدلك مرة تكون سريوة في الجيم مش لازم عليك كل ما طهبت الطرح تبدأ تفرد فيها عشرين وخمسة وعشرين كيل واثنين وعشرين كيل مرة طعبت تعمل خمسة كيلية تتاخذ كومنترات تضحك شوية مع تشات ترجع تلعب فهمت مرة تكون جدي ومرة تكون معناتها فاني وما تجمش توقع ديما جدي جدي تمرض انتي حتى في مخك مخك يتعب فهمت وهذا هو والله مش حكيت فري فاير تمسات شوفوا لاوليد اراه اي واحد فيكم واي انسان مهما كانت اللعبة فري فاير ولا غير اي لعبة من الالعب اراه ديما يجيك فترة تلعب الشهور الاولى يجيك فترة متع غرام مش عادية يجيك فترة متع قدمين مش عادية خاطرك انتي قاعد في الجيم وقاعد تتريهردي وتحسن في مستويك معتا تكون انتي بادي لاعب متوسط ولا لاعب عادي بشوي بشوي كل ما تلعب اكثر كل ما تتحسن وتطورني يفوك اكثر وتعرف حاجات اكثر في الجيم ريت الفترة هذه كمتع السنة الاولى بعد عام والعمين بعد شهور ما فهمت بشي شيك نوع من الملل من نوعك الروتيني الحاجة اللي تعود كنهار 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 فهمت اذا هو معنا مش كسيون انا اكد لك اللي لعبين اليوم قاعدت تدخل تدخل جديدة في فري فاير وتلعب جديدة في فري فاير قاعدت تستمتع باللعبة ماش قاعدنا معنا تمكرزة من الجيم انا متأكد انه الناس اللي تخلها تلعب تهو في اللعب الفترة هذه طرحي قاعدة تستمتع بالجيام وعمل أشياء على الكيف مانية فهمت هما الناس اللي لعبت فيك مقديمة في اللعبة جيلقين من القليل لكن دي معادة دي معادة شونا به هاواخوي عندك سوء الاخر هذا هو نرشو متفرشوا في فيديو علي عمري خالف مطايير لا هذا سكن بلاه لا تنزلوا أن ما بدنا أي شيء بالسيرفرنا هاذا مسامحيننا فيك ومسامحينكم فيه ابا أي سيرفر احنا مطور بالسيرفر الأمريكي خليه عند الأمريكان ما بدنا شيئا نحن قبل ألم أن نقرب الطيارة في الرنكت خلينا نشوف موضوع الطيارة سعبي بعد خمسة بعد خيار في الصندوق با نعم أحب المفاجأ المنزل 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 نعم أستطيع أن أرى خلي تعالي نجرب الطيارة نرجع للصندوق بعدين نشوف شو هي المفاجأة أخي أنا متحمس أجرب الطيارة أول إشي نقدر إحنا أثنين نطلع بالطيارة أولا بس واحد نقدر إحنا الأثنين نطلع على الطيارة ونضرب كمان بسم الله الرحمن الرحيم نعم نفتح للطيارة وضيفينا في الرنكت آه الآن بتقدر تطلع على الطيارة قيادة بس بتقدر لحظة لحظة لازم ترتفع آه تقدر ترفي كمان أهلا السابق يعني صاحبك بقدر يرمي بالطيارة أشوف أشوف أعلى حد ممكن توصله بالطيارة إيش هذا أعلى حد بأتوقع صح؟ تعريب أنا وتحرك بقى علي يا أبي لا نقدر نطلع أكثر من هيك لحظة كم جموع الاربع في بالي كم جموع الاربع قدر والله شوف شوف الشكل يا أخي شوف الخريطة كلها من فوق شوف تطلع الطيارة وترجع وتنزل تطلع وترجع وتنزل عطوك أنت التاج أنت قدر في حدن؟ لا لماذا أعطوك أنت التاج أخدوا التاج مني يا أتوقية والله فعليا وليكابتر لاحظة لو بدنا ننزل شوف والله والطيارة سلسة قيادتها يعني مش أنه بتحس أنه فيها مشاكل أو هيك طيب بيقدروا يفجروا لك شوف 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 السرعة بيقدروا يفجروا لك إياها يمطور يعني لو حدا بدوا يفجر لك الطيارة متحد تفجروها عادي زي السيارة تقدر تتفكر بس أصعب من السيار صعب شوي يعني معناته هذه اللي استلم الطيارة في الجيم انسى هذا رح يشل الجيم كله ولو كسرت عندي يقدر يشتير غيرها يعني ما في داعي أنك تروح لطيارة تانية بالخريطة بتقدر خلص تشتري واحدة تانية طيب آآ حتى المستودع عندهم مختلف لحظة نشوف شكل المستودع كيف من لا نعم شوف تطلع أصوات كمان تقدر تمشي فيها زي السيارة على الأرض شوف 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 تقدر تمشي فيها على الأرض هيك لو قلت تنزل من الطيارة عشان ما تدماش بتنزل بزلاج أشوف لحظة لحظة نشرب نعمل خروش ما بتروح الطيارة لو نزلنا لا ما بتروح طيب تعال تعال نشوف خروج آآ بتنزل بزلاجة آآ والله بس أين طيارة وراح تروح الطيارة آآ هاي هاي تعال تعال مرة تانية تعال يا غقسم بالله العظيم جماعة الأسطح وجماعة الكامبرا هذه أحسن إضافة رح تجيكم في لحظة نزل الطيارة آآ خليك يا مطور خليهم يقتلوك بمزع يجيتك تعال 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 بس اسمع خليني أنا أجرب ياخي أنت سوق للطيارة بدي أجرب أنا كيف بتقدر كيف بقدر أرمي صح دا صح دا كيف أتوخ عليهم هدول ياخي ليش ما بيرمي ليش ما بيرمي يا مطور تزبط الأم على مكان ياخي الأم ما أبيض ما بصير الأم أحمر ليش ما تكون خلصت الدخيرة يا مطور آآ والله خلص الدخيرة أي دخيرة أحمر عندي طالع السلاح حتى تعريبا يا علي لازم نشتري له طلق لأن أنا كمان عندي كان أحمر طيب من أين نجي نشتري له طلق خالي دقيقة نقرأ القيمة اللي تعتدي اللي في قيمة عالية لو دوست على التوكن ده بيتدرك القيمة اللي تتمل بها كل حاجة أحصل على أربع علاف نقاط بوية ريفتح نقطة مدفع السماء تعب صاحب أعلى نقاط بوية يحصل على لحظة إكسب ثلاثة نقاط بوية ريفتح صندوق أسلحة طيب هلا كاتبين له ثلاث دقائق بعد ثلاث دقائق بتروح الطيارة ولا كيف طيب روح الطيارة طيب اسمع خلينا نروح نجرب الصندوق نشوف شو المفاجأة اللي حتطلعنا في هداك الصندوق تعال نروح لهم أفو لا 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 يا أخي نزلت ورجعت دعصها بطيارة مرة ثانية وتدمجت قال لي خلي طيارتنا تستنى أنا هان تعالوا نروح نشوف هذا الصندوق مالكي نقدر نشتري طيب الدخيرة من الصندوق هذا نفسه ولا نشوف شو رح يطلع أنت مرضي التحكيلي وفي مفاجأة آخر للجيم كمان بيقول لي طيب فتحنا الصندوق يا أخي هذه هي المفاجأة اللي صال لك ساعة بتقول لي عليها طلع يا أخي صندوق بتشتري منه أسلحة زي المكيناة عادي بس أنه بيطرش أسلحة بلاش والله هذا موضوع التوكين على فكرة أسطوري هذا والله يعني توكين إضافي غير التوكين اللي موجود باللعبة على آخر الجيم لو جبنا بويا شو بيطلع شو المفاجأة اللي قلت لي عليها بس أني عالية العارز بس ما ما بتقدر ترمي عليهم جرب ترمي عليهم أنت من الطيارة شو بلقي المشكلة من عندي كمان عندي متنفاء طيب تعني جرب ناخد طيارة تانية تعال تعال اسلم انت القيادة يا مطور يا أخي كانت ترمي حتى هان ما بترمي يا مطور كانت ترمي الطيارة عندك ولا لا هي لا ما كانت شي بترمي آه معناته لازم نشتري لها دخيرة بس من وين يا أخي اسمع روح روح لعند مكينا مطور روح لعند أي وحدة من المكينات روح بسرعة قبل ما يفجروننا الطيارة روح روح نشوف بلقي في المكينا بتقدر نشتري الدخيرة لأيلها روح شوف ما في شي مختلف ما في شي مختلف لا ما في دخيرة أقولوا طيب هما لسه ما نزلوا دخيرة على الطيارة يعني بس هيك طيارة منزلينا ممكن يعني الكامبرة بالزفر على حد بتوصل له الطيارة هان أكثر من هيك ما بتوصل باقي 46 ثانية وتروح الطيارة بدي أشوف بعد 46 ثانية شو بصير مطور بيرمونا الطيارة ولا إيش بيصير تعال نجرب خلينا طايرين بأعلى مستوى ونشوف بعد باقي 34 يلا نشوف بعد ما يخلصوا هذول التواني وتروح الطيارة شو رح يصير اطلافوا قبالي علي اي قبل او منطقة عالي مكان زي هذا مثلا اه 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 لما بتطلع منطقة صح طيب باقي 15 ثانية نشوف شو رح يصير يلا عشان هيك الطيارة بتضل تطلع وتنزل يعني كل ما بتقرب على مكان عالي بتعلى الطيارة أكتر والله يا أخي مشتغلين على الطيارة بشكل أسطوري والله يلا باقي 0 ثواني اه لحظة نزلونا اه ما خلص علقت ما عدت تقدر تسوق الطيارة خلص خلص بتضل مكانها بتوقع هيك بس تعال حاول نفجرها مطور تعال اه هاين فجرت اه بتنفجر نفس السيارة شايف كيف اه لا اختفت 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 ما تحولت لخوردر اختفت بشكل نهائي تنصور معلي عامردان صور معلي ديارة جاي اه مش مش زي السيارة بتنفجره بسرعة وشو في عالي الميز قبل ما تقبل بويا ما تتلش الاخير ما تتلش الاخير اه لا قتلته يا اخي ما بعرف انه الاخير شو الميزة قالت يا حراب بقول الميزة هل ندخل جيم تاني في بورمودا ونجربها السيرفير الامريكي يا خي خلنا مش نشوف ساعة